أهلين وسهلين وعسلامتكم ورحبا بكم إن شاء الله تكونوا بخير واموركم على العال كلكم نشاط وحماس وحيوية وطاقة إيجابية نصلوا قبل كل شيء على رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم وآتوه إلي اللي بنات اللي هنا تشوفوا مروا مكانت الدوشو كشعارها كيفاش تطقنكم بشوفتوها هكا في الوحيد تشوفوا نقول لكم بعض قالها جيهات المهم اللي بنات اللي هنا أنا وراجلة في الكوجينة هذية راعة بعد ما فطرنا فطور نص منها جيب حذائق بابا فطرنا معانا ومشي وقالم بعد باش نرجع فهمتوا وقومي باش جيب بعض حذائق نقالوا لي باش نجوب حذائق ليلة رأس العام راواني قلت لكم ما نحتفلش وبرس ما نحتفلش اما كيف يجو بحذائق لطبيعة نعمل بالواجب خاصة كيف يجو يبدو الوالدين نحن يعني واحدة بالناس نفرح بلي جيني بالناس وكل خلي والدية معاناتها فهمتوا الهني يعني يعني قصلت قصتها خاص وبعد عقمتها بالخل وكيف كيف اللي بنات زادة عملت البس بأس وحطيتها معانتها عقمتها حتى هو الهني وراجلة قاعد يعملي في اللي باش نعملو عصير قارس وبردقان مخلط فهمتوا نعاون فيه وواني نقشرني في البطاطا باش نعملو فريت كل شي في الدار يعني العصير ما بتعرفوني مرأة زمنية وبتاع دار هنحب كل الحاجة الفرشكة ونحبش كل الحاجات على الشارع كلها موات حافظة وكلها منوكو هات معانتها ينكو فاهب معانتها بحاجاتك صناعية وحاصيلو المهم لبناتك نقشرني في البطاطا وباش نعمل مش نعمل بسباس ومعاهم بالبطاطا الصغيرة time Art مرمه جانججي لات مشها الشعر كيف ربطة مع النس هالبة مسوق حاصلو DA احسدو اللي انا جو في الكوجين الآن نريد مريومة بنتي في طورها نصبحتها في الماء و معها كبيرة بطاطة صغيرة و بعد الرب يقولها مليح مليح و نعطيه لها معلدة تاكل عجبها تاكل فيها كل وجبة نعملها لنهارين ثلاثة و بعد مدللها حاجة اخرى و هناك عاملين فيها كسلياني قشرة البطاطة يقصفها شوفك نقصفها في الادوار فهمتوا نتقسموا الادوار و بعد كيف قشرت نظفت السفنانية و هو بش يربيها لي شفتوا كيف هاشمة هاصل اللبنات و هناك فطور مريومة بنتي قعدي طيب و نطيب زاد اللبنات حتى فتاي و بش نعمل قتلكم فريت و بش نعمل عشانها روز و بش نعمل عندي بات فيتي بش نعمل بها كيل بيزا صغيرونة و عندي كعبات دورات نحن اليوم فطور بالحوت و العشاء بالحوت الفطور عملنا كعبات مرجانك و كل و الحوت عملت كعبات دورات و راتها هذو ما هني مش نعملهم الليلة في الليل و كل و خليت منهم ما جابهم بابا و الكعبات المرجان جاب برشا اولد كعبتين قلت خليهم نعملهم بعد نطيبهم مع الاخرين في الليلة انا بش نعملهم في الفورا الحوتات متاعي و راني مفوحيتهم البارح البارح مفوحين كما تقول امي بشك التدبيلة تعشق فيهم والله يا لبنات بالرسمي اني عندي تدبيلة خطيرة بتاع زكية شانال دي ما نستعمل فهل للحوت معنا انت فهمتو يجيبها ابنين و يجي مع المحلاك كلا تدبيلة تعشق في الحوتات و كاو عاد لبنات الهني واني توالي بعد ما كشر هو اللي العصير اللي القارس والبردقان يعني اللي الهني بشنا نرحي ايه فهمتو و كاو نتعاونو شوية شوية مع الصغيرات اكاك مرة يعاونونا مرة يحاصيلوا الله جووا بالضحك في الكوجينة عملنا جو محلاك بعد ما افطرنا فتور نص النهار بطبعها اتفاضينا و رجلنا و امورنا كل واني بدلت لبنايتي و رضعتها و رجلت لها امورها و من بعد كيجي الوقت عملنا كالتحذيرات بتاعنا كيجي الوقت بشنا نطيب العشاء و بشناعمل المونتاج لهكي اللي قطو بتاعنا مني عملت من البارح زاد عملت جينواز متاعي عملت جينواز كاكاو عملت جينواز فاني عادي و اليوم مش نعمل هني معاكم الكريمة الحشوة متاعها مش نحضرها معاكم حاصيلوا والله تعدى جو محلاه وجو بالكديل و راني كيما قلت لكم ما نحتفل شو اللي يحتفل نحترم الناس و كل بطبيعة و كل حد يعمل اللي يحب بطبيعة ما حد ما انتها ولي امر حد فهمتو اما بالنسبة على روحك بل قلت لكم كنت اما كيف عرفت حاجة مش عرفت حتى اقتلعت الواحد دي ما يحاول يقرب من ربي و من عاداتنا و تقاليدنا العيادنا الدينية اللي اعطيهونا ربي و الانسان قد ما يكبر يزم يرجع عالربي فهمتو هاكا علاش كل زكية حاجة ما يشفي دي هذاي معانتها معانتها تنجب تقولو هو كان الانسان يشرك شرك بالله اللي بيش يحتفل بالنوال ولا بيش يحتفل بالرأس العام و كل شي خاطره و تعرفوه اكيد راقب كلكم تعرفو شنو معانتها الاحتفال بنوال معانتها شنوها و كيما قلت لكم في فيديو سابق اما ما يهمنيش العباد الواحد كل حد نهار اخر كل حد بش يحاسب واحدة فهمتو انحبش حتى زادة معايا صغيرات هذوكم مسؤولة عليهم و هذوكم زادة منحبش نعمل حاجة ان اثم عليا بش نفهم صغاري و نقولهم خاطر هما في كلفتي و هما ما يعرفوا شي يعني هي بشر امهم مسؤولة عليهم وبشر ربوه و منيوبوهم و كل لازم لكل حاجة نفهمون فاكي فاش و كذا و كذا و كذا و رغم انك صغاري انا كل يوم والله كل يوم ياكلوا في القطوات و في الحلو نعمل في الدار كنا مثلا ساعت نعمل قطو ساعت بسكوية ساعت كريم ساعت اي حاجة المهم نعمل بحاجة في الدار مانيش بنقصر معاهم الحمد لله و للا كيف يجي بحذية يا ميمتي و ميحبتني مش نعمل هيك اكل و باش نتلمو عملت قطو هكا جنواز و كل خطر شهينها بصراح عليلي برشا ما عملتاش خطي ما نعمل في قطوات العادية و انا كي يجي بحذية يضيف نفرح بيه خلي ميمتي بعنتها و والدية باش يجي بحذية كي باش نفرح بيهم و كل هاني كل شي عملناه في الدارة كمشوفوا الهني هذي اصلاة خاص و حضرت معها اللي قلت لكم البس باس هذية عقمتها و كل وهذه القدرة سيقة في النارية مريمتي بالنسبة لي مطليق تركة الوحيدة اسالات فريتا و حاضر نحلها صغيرة اغسلتها و بعد غضتها خليطها في الماء و واحدتها مزوجها مكمل باش يجي بحذية كي يوجد ابنينها كفامتو المهم اكين اعطيتكم مستيس apertاء و أعطيتكم مستيس اخر تفهمتو و بعد ما نصف فيه بخطر البس بس في كل خيوط ولا شنوه و ما زالت ابنتي بي بي صغيره و المعده بتحضمش بالكده لازم من حاجه تبدأ تأكلها سهله في العظم فهمتو هكا هو الهني كبش نصف فيه شخلي هيكا و رطب على الاخر و نحط فيك ترى زيت و خليهم بعد ما نعطيه لها هي عجبها و اتقبلتها وكلتها لكل ابنترها اه المهم قلت لكم ما والله صدقوني بعد العشي بعد ما عشينا اه سهرنا كاكا حكاية ساعة غير البوع ولا قل شوي اه و كلنا شوي مشوشو كل عملتلهم اكا قالوا لي عملنا كل عملتلهم مشوش كلنا شوي و شربنا التاي و قعدنا نسهروا كاكا نحكوهم بعد اه عمنا القطو ولا استنينا نصل للا حد شي مع الحداش و اتقلين القطو بتاعنا اه و اه و صدقوني رجدت معا حكاية الحداش و نصها كاكا صغار مع العشرة و نص رجدو خطر عطلة مساسية يرجدو قبل شوية ما قلت عطلة مسالش و فرح حنين بابي و مامي كل قلت خليهم يقعدوا فهمتو اه كاهو اللي بناتها و اللي هني كانت صافي فتاة و كاهو اللي بش نعمل لكريمة هل بش نعمل بها لحشوه متاع الجنواز متاع اه لبنات الطريقة هذي متاع الكريمة صدقوني اه بصار قبل كنت نتبع في القناة قبل محل القناة راهو قبل كنت نتبع كل مرة نتفرج في قناته كل ما شفت هاش الطريقة اللي الكريمة كيفش نعمل فاها تولت بارشا عملوا فاها عملت حتى في قناة توريت اقول لكم كيفش نعمل فاها نحط لحليب معناتها خليه يغلي و نحي طريف من الحليب هذكا نحط فيه السكر و الكريمة و خلطه مليح كي تغلي اللي الكسرون بتاعي بتاع الحليب نحط اللي خلطه هني واحدة و خلطت كام شوي و طيب فيه ساح في ساح ساحة لأسهل منها كانت تحطوا كل شي عالبارت و قدوا تخلطوا تخلطوا لانت تخفاري لكم فهمتو اه عملتها في اللي هي بارشا في فيديو و ملي حالة القناة عملتها و تو بارشا و شفتم و لو يعملوا فاها طريقة هذي اللي نرمال عادي حتى كان اخذوها مثلا من عندي ولا حاجة عادي بالنسبة لي خاطر الناس كلنا تعلموا بعضنا من نرمال هما هذي الطريقة راهي زمنية نتعمل فهم قبل ما نعرس معانتها و ما شفتش حتى حد عملها الحقيقة والله لا شفت قبل كنت تبع في في معنا الحالين قبل الحقيقة ما نتبعش في قنوات الروتين كان في قنوات بتاع الماكلة فهمتو خطب كنت مغرومة معانتها بالماكلة و كل شي وقبل قبل قبل حتى اليوتيوب كنت تبع في جميلة بالي هي اللي حقيقة اللي تعلمت منها و كنت نشري برشا جرايد ان نحي في الاكلات و مغرومة و امي كل مرة تعلمناها كأكلة و كل مرة خالتي ولا اي حد يجيب اكلة ونقيدها فهمتو طريقة هذي متاع الواحدة قلت لكم ما شفتها في حتى قناة معنات ابنة عندي وبعض تولوا بارشا يعملوا فهل تولي هني اللي بنات مش نرحي شوي لوز بش نعمل بهم بعد القطوز ادا بعد ما نعمل الكرام نحط الرشي كطريف لقس عندي كان اللوز بش نرش اللوز في الوساكل تحبوا تحطوا وتعملوا معانا ولهني ياريتو اللي الحليب هذي براسكم جلسك تشوفوا فيه كيفياش بش نعمل بيه الكرام شانتي اه حطيتك اه هو لمحال مكتوب عالباكو كيفش تعملوا اماني ننقص هو مثلا ما حطوت مية وخمسة عشر مليلتر اي نحط مية مليلتر اكهو اه نحطه بارد بالجدي بالجدي ونحط عليه الكرام شانتيه ونطلحهم بالجدي بالجدي على اقصى سرعة ولين تطلع معانا الكرام شانتيه اني طيبت زادة حتى شوية اه هكا نستليم معانا كرامال معانتها كل طيبت شوي بش نحب فهذاك بتاع الكرامال البنين والله جدت بنين ايه اللي بنات صدقوني الذب في الفم اه هكا اللي هني خليه اللي بنات بنرجع بيكم موضوعنا عادي لاني رالي ياخذ حاجة مني والله عادي بالعكس اني مللوها حال القناة بش نلعبت تستفيدو كل فهمتو وخاطر شفت بارشا قبل كنت تتبع يعني فك الكريم العربية ولا الكريم او كريم تلبكوات هذيك بالطريقة هذيه قبل راني مشوفتاش الحق وحتى كان موجودة اني مشوفتاش خاطر واني ما رهزتها من حتى قنات معانا كنت لكم اقبل من عرصنا عملوا فهى اني واخواتي بالطريقة هذيك والانسان راكويك يبدأ في المغروم ويبدأ في الكوجينة راكل مرة يكتشف حاجة بارشا زادة اوكلت من اختراعي عملتهم بارشا حاجات فبرشا طرق بتاع ر زادة زادة عملتهم من اختراعي بارشا حاجات اللي لساكي يبدأ مغروم راهو بالحاجة يبدأ فيها لبنات فهمتو راني يقبل كل الاشق والغرامة بتاعي نطيبو اني واخواتي جينا كيف كيف سبحان الله نموتو على حاجة اسمها تطيب وتصنيف ونبدأه بالرسمي ابداعنا عملو حاجة ابداع تبدأ حاجة متوفرة والله يا لبنات فهمتو المهم لبنات لو توا الهنية دي الكريمة اللي غطيتها وكل اه خليتها برت بلج دي بلج دي وتوا هكا بعد ما طلعت الكريم شانطية مش نبدأ نزيد فيها بالطريف بالطريف فهمتو وبعدك مش نزيد على الكريمة اللي حطيت وباش نبعد نقسمها على ثنين فهمتو طريف مش نزيد نحط فيه شوكولات وطريف مش نخليها كاك هنصيلو اللبنات وبايو نحب نقول لكم حاجة اخرى اللبنات سادة هو بما انه عام جديد بطبيعها هو الكريمة نحط فيه هذا عملتها واحدي سادة بما انه عام جديد لبنات وكل شي هو بطبيع عام اخرجه عام اتخلو كليك مي سهلش الانسان كيما قالنا ربي تفاقلو خيرا تجدونا وباش نجيبو حتى طاقة اليجابية نجلبوها وكل دي ما نقولوا الكلام الباهي ونطلبوا بالربي الحاجات الباهي ولي شاهينها والسبح شوفوا اللبنات اللي هنا الجنواز بتاعنا عملت معه الجنواز كاكاو جنواز فاني اللي هناك حطت قصيتها حطت الجنواز بالشوكولات فاني حطتها من الأول حطت وسجيتها بالسيرو هذي عملتها بالقارس وصكر شوية اه وماء وصكر وشوي جارس اه سجيت به الجنواز بالشيناطري وكل وبعد حطت الكريمة هذي كان رشدت عليها شوية لوز وبعد نزيد نعمل طبقة اخرى اه جنواز فاني وكيف عادة نسجها ونحط الكريم حتى كيف حتى كيف اه المهم نحط عليها السيرو من لبنات وبعد نحط الكريم وهكا كلين كما لعملتم لبنات خمسة طبقات حتى كيف ما ديش مستويات نجموها ترجعوها عادي معناتها الجنواز معا تكملولها وكل عادي وتسجي عملت قتل امي يزها دي ثلاثة ولا طبقات ولا زوزي يزي قتلها لها المرة هذي نحب نعملها عالية بالقدي بالقدي حبيت نعملها واشتيتها انوش نعملها عالية فهمتو ممكن هو نكمل هكا بنفس الطريقة لاني نكمل كل لبنات وقداش في حوسة ما نكذبش عليكم خاصة انك يبدأ عندكم بارش حاجات ما تعملوها برشة تطيب ولا برشة حوسة في الكوجينة وهو عندما قد توعد فيه الحوسة صدقوني والله الحمدول يا ربي اني راجل عوني وحمد الله وامي حتية عونتي في برشة حاجات اخرين فهمتو المهم هذة هذي هي القاتو بتاعلى اللبنات راح حطر جاني الفيديو طويل مانيش مش نوريكم القاتو كيفاش في الاخر شالله في فيديو الاخر نوريكم سهريتنا معانتها بسيطة كيفاش صارنا كليك عادي ونوريكم القاتو في معانتها في حلتها الاخيرة هو ولا محال اللبنات القاتو نجد بسي نزينها اه معانتها بالكرام نعملها كسير داير بالبنات معاني ولو كل وردات هيكا والرش من داخل كلها نعملها باللوز عندي اللوز زايد وكل شنعملها هاكا يا اخي الصغار الصغار قالوا لي لأ وشادوا فصيحوا اشو يا راجل قال لي ايه وامي خلي عميم ربك ما يحبوه وما عاملوا مش هوتهم ما عنديش برشة شوكولاتة عندي كانزو طوابع والدت قلت لمرها ما تكفيش وكل قالوا لي لأ تكفي ودرشنو والدت ذوبت الشوكولاتة صبيت علىها ما كفتنيش كي ما قلت خطر نعرف عيني ميزاني والدت لبنات اه زت جوب اه زوبت اه اه زبوبت من هيكا لبيبيت وزدت عليها جت باهية وكل وقالوا لي عملنا الوردات هذو في هاكا ليتاكلوا الوردات اللي زين بيما القدرتو كل شاي ولات اعملت كي ما حبوه صغارا ما نرى انا اكبر لنكذبش عليكم زينيت حبتنا عملها مغايرة تماما للي اعمل للي فرضتها لي فرضها علي فهمتو اه المهم البناء اللي هني عندي بطا في ايتيا باش نعمل بيكا شوية بيتزا عندي عندي اه عندي الصوس حاضرة او عندي الفروماج مدر لا ما جديد بشيار مربيتها ومحذراتها في الكونجيل حطتهم والله كالتحضيرات بصراحة محلة كنت استحق وخرجتهم على بكري هكذاب وكا عملت منهم البيتزا هذية بالبابي بالبابي بالشو نقول بالبات فيتي المهم وحطت شوية جنواز وغا دخلتها للفورجة تبنينا على الاخر وهذا كاو المهم حصيله اللي بنات والله شوفوك الحوصة هذي اللي الحوت بتاعنا كما بايت في الصصم تاعه بش كي ما تقولون بش يحشق فيه التتبيلة هذي كعشقت فيه بالإقدير التتبيلة الخطيرة بتاع الزكية شانال ودخلتها للفور على عملت مرنولة 180 وبعدت فيه حتى 200 درجة والله اللي بنات جاي بنين على الاخر ما عم حابتش نقليه الحقيقة خاطر ما كنت تعرفوا لما اللي جاي قوي شوي ودي جاي قوي للحوت وكل المهم والله جاي بنين يا اللي بنات وكا تتبيلة مو بايت ما شاء الله بالبنة والهنية مش نغسل شويه روز مش طيب عهم شوي روز مش نعمل معلتها بش نعمل نشوفو الروز ولي هذيك البيتزا والفريت ولكعبات الدوراد هذوكم ونعمل كعبتين مرجان وعمت بطبيعة سلاطة وطولي هني مش نجلي الفريد وقلت مدام مش نجلي الفريد خليني نكمل نزين الكيكا بتاعي لهني مش نغلفها بكلها بعد ما نحيت لها كالسركل هذاكا باش نغطاها يكل بلك بالحشوة هذيك بالكرامة هذيك فهمتو هكا هولي والصغار حصيل ويفرضو في راوي نحبو ماما هذي نحبو ماما هذي الوردة جيش نعمل وردة بركة قلت لهم خلو خطر باش نعاود كيكا اخرى فهمتو قاوليني ماما امان بربي اقل جهادي حبي اياكل وردة واحدة ومارا بتحبت اياكل وردة واحدة حصيلوا قلت لهم هاي عملتهم هما ثلاثة وردات قلت لهم هاي هاني عملتهم لهم كل ولهني هكا قلت لكم الشوكولاتة الشوكولاتة هذيش نعمل فاكا مش نفازة المهم حصيلوا هبلوني حتى الصغار وكليكا ولي ما كفتنيش هي دي جا صبيت عليها قال لي جهاد هو قال لي خلينا عملوها كاكا قلت لها رايما ما تكفي نيش شوك لا تشد الصيح قلت لها هيا خلت بخاطرهم الحقيقة خلت بخاطرهم اما قلت لكم ما كافت نيش كما زيت ذوبت شويها قلت تشوفوا كل شي ما فصق حط شي فيديو بريسك بدون منتاج ترايف بركة منتاج الحاجات اللي مش تطول الفيديو في الزايد ولا تبدأ حاجة فرد تصوير هيك كل نحيتهم باقي راهم بدون منتاج اللي اللي عملناه خليت تصورت فهمتوا بناحيت حتى شي كل حاجات اللي مش مش تفيدكم في حتى شي معنات غير تطويل الفيديو في الزايد فهمتوا وهدو ما ليهني كعبات ياكلوهم كلوهم معناتها سيه الكعبات البيتزا ترايف بركة قاعدوا هزيناهم بعد للصالة مش تعشينا يا ماما خليني ناكلوه يا ماما خليني لياكو يا ماما ابنينا هيكل وقلت له ما عم بليلة اللي تحبوا عليه كل معناتها والله خلت بخاطرهم علخ العلخ زادة ربي فضلنا صغيراتنا هما فرحتنا بالطبيعة وقلوا نقول لكم عد لبنات ما انها عام جديد وكل الواحد يتفقل بالخير موعد بش يقول كلمة بتاعتشاؤهم خايبة بالعكس يقول كلمة كلمة باهية خاطر راهو كما يقولوا كلمة على هملاك وكلمة على هشيطان ساعات الكلمة راهو تعاد الرب طول كان يباهية والله خايبة فهمتوا ولهذا الانسان ديما يتفقل يتفقل خير وديما حسن الظن بالله وديما ثقة في الله ديما ديما تفقلوا من ربي كان الباهي وكان السمح فهمتوا بش ربي يقدر لكم الباهي والسمح وكي تطلبوا من ربي اطلبوا منه ما دولوش كان ان هيكل حاجة ولا حتى يعطيني هيكل حاجة ديما اطلبوا من ربي سمح خاطر ربي راهو ماش حدود العطاء متاعها موش انسان هو عابد بش تطلب منه بش تطلب منه الحاجة حسب امكانياته ربي امكانياته راهي معانتها لا حدود لها فهمتوا ولهذا اطلبوا من ربي الحاجة السمح لتحبها نحب الحاجة الفلانية كذا كذا كيف هيك وهيك وهيك اطلبوا من ربي ادعوا الرب اتفاقلوا ديما بالخير معانتها وان شاء الله ربي يقدر لكم الخير خاطر راهو حسن الثقة بالله وفهمتاعكم وراء تبدووا في قلوبكم مقتنعين وعطيني الثقة في ربي والله ربي لا يخايبكم وديما تفعلوا كيما قلت لكم بالخير يتشأم بعضوها على على رواحكم الطاقة السلبية ديما ترضاه حاولو كذا حتى كي يجيكم ساعات تتفرغوا قلوبكم مثال تتفرغوا قلوبكم ابكوا كيف يولد فما داعي معناتها كل ما داري عليكم حتى حد وبعد اخرجوا بطاقة جديدة ومتجددة وانطلقوا في الحياة خاطر رأي الحياة باية لازمنا معناتها نغتنمو بروفيتو باش نعيشها بالقديق معناتها كيما نحبو ماذا بينا بروفيتو باش ديما نضحكو ديما نبدو فرحانين وكل خاطر راهو الحزن خايب برشا والحزن يكبرنا في العمر والحزن يخلينا ديما مكتئبين يخلينا مش في جونا يخلينا ديما نبدو عن ناس فيه برشا حاجة خايبة فهمتو اما خليكم ديما فرحانين خليكم ديما نشطين ديما تفاقلوا بالخير ديما ابتسموا ديما طلبوا الحاجة الباهية من رب العالمين وانشاء الله رب يقدر لكم الناس لكل الخير والطاقة اللي تجيبوها راي تجيكم شوفوا اللبناتها ذي قدتوا متاعنا عندي شوي شوكولابلون قال لي جيهاد شبيننا نحنا مكتبنا على احد شي قدت لجيهاد ماني قدت لكم ما نحتفلوش رانا برس العام لا كاتببونا نيلا كاتبع سنة سعيدة شالله عام مبروك علينا وكل اما ولادي ما قدعرف كل عام ماني ما نكتبش عام وكلو ماني فهمتك كل قال لي لا ما مميسارش حتى نكتبو حاجة قدت لها هاي نكتبوها فين وثلاثة وعشرين قدبنا فين وثلاثة وعشرين وكهو اما والله انا ربي عالم مش نيتي بش نحتفل ولا حتى شي فهمتو جيستكا ناخذ بخاطر الصغار وما دابو امي بحذاي وتحب امي بش نعمل القطو هذية وامي تحبها جنواز بتاعي معنك القطو بالجنواز تبوت عليها كيف نعملها خاطر جيم زي ابنينا والذوب في الفم وزينتها لابنات قدت لها بزين زي نهالكم ما فضلتش عندي ال كلام في باري مش نعمل بالبوشي كي ما قلت لكم اه والتي عملت داير سير دورتها باللوز فهمتو وكهو هاني رجعت للفرجيتار ودولة هني بش نحضره بطبيعة نتعشو كبال نحضر لاحشي بتاعنا نتعشو وفي السهرية ان شاء الله في فيديو القادم نوريكم في السهرية اشنوها عملنا اطريب سهريتنا البسيطة فهمتو اه وهذي دولة هنية كالخوت بتاع ده طاب بش نحطه بطبيعة بش نحطها بطبيعة بش ننشتكوه نخطف الصحنة بتاعها ورق اللهم ونمشو نتعشو وهاكم على الفيديو وان شاء الله يعجبكم وما تنسو نشعر بطبيعة من لايكاتكم المزيانة وتعليقاتكم المحافزة وصغيرات عندي لبنية تكلفتي ماشي جايين ياكلوا جايين ياكلوا ماشيين ياكلوا حاصلوا قريب يكملوهم ونبيتزا قاعدوا منها طريف وكل واني واني وراجلي قاعدين غلطين في الكوجينة يعاون فيها وتعاولنا بالقدي بالقدي باش كملت حوستي وكملت دريتي كل فهمتو كان روز طابد دنيا كل طابت تو كان باش نتعشو حاصلوا والله البنات كل شي جاي بصراحة محلاة والعينة تبل بصراحة العينة باهي بالجدي بالجدي ورزمو ان هي جت عطلة وهو معايا في الدار فهمتو هاكا هاكا ومرو ما بنتي دوشت ودوشت جياد وكل عادنو يقولها خاها انت راسك زي ربطة مع دنو سهربة من السوق وهي تقول لها تشني كلمة قالتها لحاصلوا لهم جو 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 بالجدي بالجدي غير قصة الصوت خطر الراديون حالينا بشوي يمشي وفي كل مرة يجيبوا ناعي ولا يجيبوا حاجة هيكا فهمتو وهنا اللي هناك قددت لبنايتي شعارها قلت لها عاد ما يجيش على التصري معانا وانتي شعرك كي ما قالشي هاكي ربطة مع الدنو سيشفع الرب الفوق قاعد تضحك يشيعش بكم فهم الرومة بنتي ما تتغشش تقبل هيكا بروح هيكا مريحة وكل كيفي مرومة مهماش توقضي ما تنقضيش مهمان كل شي تتقبله بضحكة ولعبة وكل ما عنداش كعقدة ان هي تتغشش ولا كيفي مرومة بالضبط في الحاجة هذيك كيفياني ينقض ما ينقضوش عادي ما نقبل منيني صغير انا ينقضوا ما ينقضوش يقولوا ما يقولوش نطفيهم ونتعد على روحي ونجاوبهم زادا نقولهم ماني كذا كذا نحط لهم الجواب في بلاس طبعا مرومة فهل فازة هذيك قدت لي يا ماما رأي نعرفك تفادي الكعلية يا ماما نعرفك تهبيني قولي رسكي ربطة معدوس وتضحك والله حتى امي ما تتضحك عليه قدت لي ما شاء الله على ابنيتي ما كهو لبنات سلطت ناني خلطت عملت في الفااكا وطومات سيريز عملت فاها المائيس عملت فاها تفنارية هكا ميلانجا متاع الوان احمر وروجاة وخضر ودنيا لكل حاصيل واشياني حطت كل شي مريقر هكا بش يهزوا معنا للصغار غدي قبش انو حطت علي شوي زيتون نهزوا للصالة نتعشوا و الحمدل الله اللهم قدمها نعمة واحفظها من الزوار وطوبش نتعدى بكم الاستيس انتهي اليوم ان شاء الله تعجبكم اليوم يا لبنات كانت تحب العجينة شي قطرية وش وحتى كنت تقعد ديمطرية اه كيف تعجناها عملي شوية البن في العجينة بتاعك. تتشوفي كيف اشتجيك جربي وغوليلي. وهذا يا عشان يا لبنات فوح وابنين وريحت صحيت وريحتها زكية. اه هذا هو عشانة وهذا هي معناتها سهريتنا. وان شاء الله في الفيديو الاخر خاطر انا جاني بارشة طويل طويل قلت ياسر يملو كل شي. اه كهوك علش خليت السهريتنا وشنو حذرت حذرت معا بحتي حاجة تقرين وكل كشوي شو شو تقول. المهم قلت خليه في الفيديو الاخر خاطر جاني يا البلاد طويل طويل بالقدي بالقدي. وان شاء الله يعجبكم وان شاء الله تفرجوا فيه على الاخر. ومرحبا بالمشتركين الانضمو لجدود القناتي. يرحم والديكم وربي باركي لكم. وشكرا جزيلا لكل واحد فيكم. اه تخلي الفيديو وتفرج فيه. وخاصص شوية حتى من وقته بيش تفرجي في الفيديو. يرحم والديكم. ربي فضلكم. ربي كاتب لكم الخير. وربي يعطيكم كل ما تتمنوه. وهذا هو الفيديو متاع اليوم. وان شاء الله اقول اخفيف يفضلي عليكم. هني قاعدين نظف الكوجينة وكليك. ولهني هنا نتعشو على رواحنا. وكهو توصل بكم نهاية الفيديو. اه الى اللقاء. وان شاء الله في فيديو قادم ان شاء الله. بسلام الناس كله في امان الله.